تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شكرا وتقديرا وإشادة من السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة والأسرة الرياضية حول مكرمة جلالة الملك حافظه الله ورعا للشباب البحريني بإنشاء مركز شباب المحرق الذي افتتح برعاية سموه وقال الجودر أن جلالة الملك المفدى وضع الشباب ضمن أولويات مشروع جلالته الإصلاحي وانعكس ذلك على أرض الواقع في جميع المستويات العلمية والعملية والفكرية والثقافية والرياضية حيث تم تهيئة البنية التحتية لاحتضان الشباب وتوفير المنشآت الشبابية والرياضية وكان للشباب النصيب الأكبر من هذا الاهتمام وأضاف أن مركز شباب المحرق النموذجي مثال واضح لاهتمام جلالة العاهل بالشباب والرياضة حيث وجه جلالته ببناء مراكز شبابية نموذجية أخرى في مختلف محافظات المملكة حيث شهدت هذه المراكز تطورا ملحوظا بالإضافة إلى بناء البدن الرياضية والصلاة والملاعب والأندية النموذجية وكلها أمثلة لاهتمام جلالة الملك المفدى بالشباب والرياضة وأشار سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى أن تطور الدول يقاس بتطور شبابها ووجود المراكز الشبابية المتطورة ستؤهل الشباب للدخول في عملية التنمية فالمراكز الشبابية اليوم تقدم مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية والقيادية وتساهم في صقل قدرات الشباب عبر برامج احترافية وأكد أن الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر وباهتمام سمو ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد ترجمت التوجيهات الملكية من خلال برنامج عمل الحكومة والذي تضمن إنشاء أربعة مراكز شبابية نموذجية في محافظات المملكة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية وإنشاء المزيد من الصلاة والملاعب في الأندية الوطنية وأضاف الجودر أن أكبر دليل على اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم الحركة الشبابية البحرينية هو حرص سموه على وضع حجر الأساس لمركز الشباب المحرق والذي وضعنا في تحدي كبير من أجل إنجاز المشروع خلال عام واحد ومتابعة سموه المستمرة والحتيثة وتقديم جميع التسليلات كما أن ثقة سموه في كوادر الوزارة والشركة الاستشارية والمقاول ساهم في إنجاز المشروع خلال الفترة المحددة